موسيقى موسيقى ايه يا جماعة عملتوا ايه؟ تمام يا فتا حضرنا صور زباط دفعة 2001 زي ما حضرتك امرت مفادل ان ساعتك تختار الرجل المناسب للمهمة كويس فرجونا الصور بقى بسرعة بساتين يا رب ايه يا جماعة في ايه؟ انا عاوزين زابط نزلعه وسط طلب الجامعة مش وسط المجلمين في سجن ايه دا ماشي دي دفعة 2001 دي دفعة عرابي انتوا جايبينهم جايبينهم منين دول ماشي دا بالذات لأ خالص تشلوه دا مش بس حيبقى وظلين المهمة دا حيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبة في الجامعة الولد دا شكل واسيب ايه رأيكم؟ مزبوتك مزبوتك صورته بتنطق اسمه ايه الولد دا؟ دا بسيوني عبد السلام البسيوني يا فنجي ابن اللوى عبد السلام بسيونية يا فنجي ابن اللوى عبد السلام بسيوني يا فاشي ايه 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 دا اللي كان عام للألق في الداخلية يا خيتي نتونى أحضرتكم عارفهم أكيد البلد دا واخت بقلب أبوك جامد هو دا تعايا حازم عمرك سعادة الفاشر قول يا حازم انت لسه فاكر الزميلك بتوع الدفعة تل لفاكرهم يا فاندن ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فاندن ايه لا مش اوصاف مش للدرجات دي انا بسألك عن مجريمين انا بسألك عن دفعتك في واحد فيهم اسمه بسيوني عب سلام بسيوني 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 يا فاشر ده عشرة عمري ده توقم روح يا فاندن سعادة ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة ده احنا عشنا مع بعض اكتر ما عشت مع حضرتك وفوزي يا اختي سعادة يا اخوتي بصوتك شوية تحت امرك يا باشا بس لو في حاجة لو ادى عملها اقول لي يا باشا وانا اقدبه وده دفعته اعرف اصرف معها كويس يا فاندن مفيش حاجة انا بجمع بس شوية معلومات عنك ايه ناحية المعلومات يا باشا انت جيت لقناة المعلومات كلها الوقت بصراحة فاندن بسيوني بسيوني ده بالذات اخلاق وزكاء وابن ناس ومت ربي كويس او يا فاندن بس لي يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه وفيه يا حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات ده وقت يا فاندن نعم وقت ايه مين ده في الوقت ده بالذات اوطى واحد في الدفعة تصدق لها يا فاندن سعادتك بسيوني واخلاقه مش كويسة الله والعلمك يا فاندن ولا بدي انا يا فاندن محبش اتكلم على حد وحش انت حتولي سعادتك يعني طب فاصلتي الدم دم ايه باشا ده ما عندوش دم اصلا بسيوني اه يا فاندن انا قطعت الدم كلها بسبب وصعدتك اهلا 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 هو فينا شوفه سيادة اللوعة عبدالسلام باشا شخصيا جاي يزولي ايه يا بابا اه يا حبيبي ايه يا مرة يزولي في ايه يا مرة يبارك لي فيك اهلا يا حبيبي انا جايب لك مفاجأة كبيرة قوي جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخلية شخصيا ومع بنتو بنتو جولنار هانم بس ايه يا باسيوني صاروخ يا ابني صاروخ يالله يا بابا يا بابا قلتلك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحدة ما شفتهاش قبل كده بس معي ولد دي فرشوتك الوحيدة عشانت اتنين من الوحلة دي وبعدين يا اخي تعالى سالم على عرزتك كزا انهم جايناك لحد حندك اهلا يا ظلم ابني ملازم اول باسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك طبام يا فاندر هذا الشبلو من داك الاسد براك اهلا لوحك اهلا باسيوني يا باشي اهلا نحن شوف عرزتك يا الله باسيوني حسيني باسيوني صباح الخير باسيوني صباح الخير سلامه قولا من الرب انا رحيان ايه ده شفته عاكريت ايه اللي بيحصل ده عبد السلام دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فاندر اتني فرصة بس يا باسيوني يا فاندر يا باسيوني مش عارف يا فدم اكيد فيه سوء تفاهم سوء تفاهم انا من دلوقاتي هده ما فيه سوء معاملات بعد كده اه اشراحلة بس يا فدم ممكن يمكن فيه اسباد نفسية نفسية ايه؟ بلا نفسية بلا كلام فارق يلا انا بيتم دامت يلا يا بابا وانا بيتجيلوا فرصة ثانية بلا فرصة بلا كلام فارق يلا الكامل العربية ببنشين لتانب وانا بيا بابا ده جميل وشبه قاسي بيستير يا بابا يلا يا بيت يلا بانتروي جندامين انت حكيبني شو عالك؟ اللي انت عملته ده يا ابني ده مساعد وزير الداخلية عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي الواحده كنتو شيلته على راسي لكن جايبلي أولاده كلهم اتجوزهم يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس ده راجل عنيف جدا ومش يسبح لأي حد يكسر عالب بنته طب بابا انا راضي زمتك دي فيه هاية كسر دي كلها اسفنك انت هرمه! بستعمل كل الاجراء لك بابا ده ممكن انهلك غليب شلاتين ولا حتى السلوم ليه يعني يا بابا؟ هو جاسب الجورنان دي يعني مهمة قومية بعدين انت قتلي صاروخ ودي طلق قاعدة صواريخ الله! ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب تاريخ مشرف من العمليات النكحة اقوى شخصية في ضفعته بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا اولى به؟ ده من الحسن حظين يا فندم انه بيخدم في منطقة معطوعة عشان لما نزرعه فوصة العيال دي وشو ما يبقاش معروف خالص تشفت الولد ده؟ ها؟ وياريتني ما شفته يا فندم بصراحة انا قول ما بصير في وشو خفت جسمي عشهر لدرجة ان انا فكرت اغيره ليكون اكبر من المهمة بالعكس وات زيادة هوا المطلوب بالزبط انت شوقتين اشوفهم يومين اتنين يا فندم واجراءات نقل وتتم خالص انت لسه بتحبيني حتى وهو ده لحبك طول اللي عمر بحبك بحبك قباش مسكة ديه نجبس عليهم بقوا نعم فندم وندم بصبر يا زفت خليهم اسخنوا على بعض شوية هنا نتفرق انا مش عارف الحياة مغيرك كنت هقضيها لزيج ما تخلص يا عم الرومانسي ما تتعبناش احنا في صحراء مش في جنيد الازمات حنين علي طلعي لما اوز يا باشر قباش كده سيخن قوي نجم عليهم بقى باشر يا ابني مفيش تلبس كده كبيرهم محضر راغي في الطريق العام انا من يوم ما عرفتك حدولي احنا وردنا انت فين يا سهازم هل تسمعوني حاول حاول الاتصال في وقت آخر حاول انا نجدت يا حيوان هايوة يا ابي ده الجهاز بيترعش من الفرح حازم تعارف الوقت دفعتك الاسمه بسيوني عبسالان بسيوني اللي بيغضب في الارياف ده؟ طبعا يا باشر عاوزك تجيبهولي من تحت تعطيل الارض ما تدخلش مكتبي الا وهو في قيدك تجيبهولي حيا او ميتا علم يا سعدت الباشر يلا يلا طب والتلابوس ده باشر يابني يسيبك منهم دول عاملين اللي فيها تابر وشريك ترايا بابا 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 تبخرتوا ليه اولاد؟ عشان عامل ده لانونا وشار رافحة بك انا مال يا بابا زي كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى ما تنتحر في ستين دهية ايه؟ عمل ايه التجميل؟ بابا هاتلي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها اه؟ هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا ابوها ينتقم وبعدين ينتقم بقى احنا بهمناش حاجة يا بابا ثانية واحدة يا بابا ودي بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم بقولك ايه؟ حازم حازم باسيولي باسيولي الله يحرق سلين لكن انت فيني يا بابا فاكر يادل ما كنت مغششك بالامتحالات اه و كنت مصر والله وحشتني باسيولي والله و انت كمان انت فاكر ياد لما كنا بنفكلك السرج من تحت الحصار و انت بتنط الحواجل اهو رقامتك هتتكسر بس مش فاكر يا بابا برضو مش فاكر انت بتصعبط علي بنسى الحاجات ده والله يا وحشني و انت كمان يا باسيولي قولي يا حازم بالحق انت ايه احنا ايه اللي فكرك بايه والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي على الهزار واللطافة جاي اقبض عليك يا باسيولي جاي تقبض علي انا؟ بجد يا باسيولي لا والماذا؟ بديني بقى ايه دكش و وينلي جابلك الكلفشات دي؟ يا باشا لا فيها جرنان ولا حلايب ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله قال لي هتقوله حيا او ميتا يا عم ولا اكبر ولا حيا انت عارف الموضوع دي حلو ايه؟ دي ابنا وبوك ايه ورد وكيني بقى حازم ورد ايه يا ابن انت اطلع قدامه يا فاكر ادو حازم يا شوحة استمزوني يا فاكر ابعتلك عشو حلاوة كل يوم كل يوم ابعتلك عشو حلاوة يحيا العزم يحيا العزم قدامي تمام يا فاكر ابعتني عزابة باسيوني الله يخرب بيتك انت ايه اللي هببته ده؟ انت في ايه في المغة؟ ربتك كرفس؟ ليه بس يا بيه؟ ساعتك قلتلي عايزه حيا او ميتا انا جيبهه لك يا فاكر ما هو بدون اي نقطة دم واحدة ساعتك انت غربة قدامي حسابي معاك بعد ايه؟ امشي شفت يا عم اهو زعل ياريتني موقفتك تجيب وربي هازف يا باشا افتحي الاساور بتاع تلباش يا فاكر اطلع بره يا حازم عليش اه احنا اسفين على الموقف الباير ده؟ لا يا فاكر ما فيش حاجة احنا خلاص هنبقاه جرنان اخبارها يا فاكر بتاع حد تبتدي على ماذا؟ بخلاص قلنا احنا اسفين عاوزك بقى تصحصح معاي تشد حلي هشد حلي وصلح غلطيتي تماما يا فندم يعني بس كلية رجاء عند حضرتك بلاش حلايب انا اساسا تعبان في الاريال انت مان عليك متعب ولبط ايه اللي انت شايله؟ دي حاجة بسيطة يا فندم ان شاء الله الف سلامة على بنت سيادة مساعد الوزير هي عينة؟ وحضرتك متعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم ايه؟ صرع يا فندم صرع الف سلامة للهارم السيادة يا فندم ربنا يشفيها لساعتك مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريك ده يا نجدة؟ ده 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 حاجة بسيطة يا فندم ده انا لودي ودي كنت اشتريك نينة بحالها لبنت ساعتك مالها بنت؟ هي مش عيانة يا فندم؟ مين اللي قالك كلام الفارق ده؟ الزابط بسيون يا فندم والله ما عرف يا باشا انك مخل في اساسا هو لعب عليك يا نجدة بين عليه لبط فعلا زي ما بيحكو عنه شايف ساعتك شايف نظرة الشر اللي في عنية الساء يا فندم خلاص خلاص انا متفائل بيت والوزارة كلها متحمسة له بيقولن ده هو الشخص المناسب انا عايز نتايج مبهرة التزم السرية التامة ها ده زين؟ تمام يا فندم على بركة التالة مجدد باشر وحقني يا فندم خير خير ده ملف الزابط باسوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته كويس ايه المشكلة كل التقارير يا فندم بتقوله ان الاول على دفعيته تلات سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة ايه ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي